موسكو قلق مما يحدث في ناغورني كارباخ وما يزيد من خلقها هو الموقف التركي الموقف التركي الذي تعارضه موسكو وتراها غير واضح في الصراع بين أرمينيا وأدربتشان نقطة خلاف جديدة بين روسيا وتركيا ما دفع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى مطالبة أنقرة بأن تكشف مشفافية حقيقة دورها في نزاع الإقليم معتبرا أن الحل العسكري لأزمة ناغورني كارباخ غير مقبول لا يمكننا الاتفاق مع الرأي والموقف التركي الذي أيده الرئيس الأذربيجاني كذلك بشأن إمكانية وجود حل عسكري للصراع وهذا أمر لا نوافق عليه بالتأكيد أما عن إمكانية نشر مراقبين عسكريين في المنطقة فبالطبع نعتقد بأن الخيار يكون صحيحا في حال تم نشر مراقبين روس ولكن هذا بالطبع قرار سيحسمه الطرفان وكلنا أمل بأن يتم اتخاذ القرار بما يتناسب مع علاقاتنا الاستراتيجية مع الطرفين ونرحب بضيفينا إلى هذا الحوار من موسكو المستشارة في المعهد الروسي لدراسات الاستراتيجية إلينا سوبونينا ومن اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية دكتور سامير صالحة أهلا بكما معنا دائما في غرفة الأخبار أستاذ إلينا موسكو تعارض بوضوح النهج التركي أو الموقف التركي من أزمة ناغورني كارباخ هذا ما صرح به مرارا وزير الخارجية الروسي لكن السؤال اللي يطرح اليوم أمام هذه التطورات وأمام هذه المواقف ما الذي تمكنت روسيا من فعله لإيقاف التدخل التركي حتى الآن؟ مساء الخير نعم اللهجة الروسية اتجاه تركيا هي يوما بعد يوم تصير أشد انتقادا ولكن هل وصلت الأمور لدرجة الخلاف الحاد مثل ما قيل لديكم في المقدمة؟ أنا أختلف مع هذا الطرح لحتى الآن الانتقادات الروسية تجاه تركيا هي حذرة جدا لماذا؟ لأن روسيا تريد أن تحافظ على علاقتها مع هذه البلاد في مجالات أخرى وحتى في ناغورني كارباخ أيضا روسيا تذكر دائما بأن تركيا هي عضو مجموعة منسك حول إيجاد حلول لهذه الأزمة نعم هناك ثلاث دول رئيسية في هذه المجموعة وهي روسيا وفرنسا وأمريكا ولكن هناك عشر دول أعضاء عادية فيها وتركيا من ضمنها فروسيا تعتقد أنه على تركيا أن تعود لدورها البناء والتنسيق ما بين موسكو وأنقرة الآن ضروري جدا كما هو التنسيق ما بين روسيا وفرنسا وأمريكا مع التركيا أيضا فأنا أعتقد أنه روسيا ستعمل كل ما بوسعها للحفاظ مع هذا النوع من العلاقة مع التركيا أما ماذا روسيا فعلت ففضلا لموسكو نرى خطوة ممكن كبيرة ممكن صغيرة ولكن هي خطوة للأمام من أجل إعلان الهدني الهدني كانت هشة صحيح ولكنها البداية أمامنا الطريق صعب جدا لأن المحادثات ستستمر الهدف الرئيسي الآن هو التثبيت ووقف اطلاق النار واستمرار الهدني من أجل أغراض إنسانية يبقى الأهم احترام هذه الهدنة لنقل مراسلنا قبل قليل إنها لا تحترم تحديدا في ساعات أو نهار دكتور سمير صالح أهلا بك معنا دائما لافروف طالب أنقرة اليوم بكشف حقيقة دورها في نزاع الإقليم وقال بشفافية هل أردوغان مستعد لذلك؟ مساء الخير لجميع أولا الشفافية للموقف التركي في التعامل مع موضوع أذربيجان برأيه لا تحتاج إلى أي نقاش لأنه منذ البداية أنقرة أعلنت موقفها بشكل علني واضح أنها إلى جانب أذربيجان أنها تدعمها وتؤمن لها حتى السلاح الذي يحتاجه الجيش الأذري هذه مسائل برأيه معروفة لا تحتاج إلى أي نقاش أنقرة قالت أيضا أنها إلى جانب أذربيجان في استرداد الأراضي التي تحتلها أرمينيا نقطة ثانية واضحة الأهم من كل ذلك أيضا أن أنقرة لم تكن يوما أنها لن تنسق مع موسكو أو أنها لا تنسق مع موسكو في موضوع كارباغ اليوم كان فيه اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي والروسي وهذا يؤكد مرة أخرى أنه رغم كل هذه المواقف الآن التي نسمعها سواء كان من وزير الخارجية الروسي أو غيره من القيادات في روسيا أظن أن المسألة واضحة أن التنسيق التركي الروسي موجود ليس فقط في أذربيجان في موضوع جنوب القوقاز ككل نعم في تباعد في ربما خطط الحل لكن أنا أظن الموقف الروسي نفسه بدأ يتغير القناعة الروسية الآن هي بضرورة تنفيذ القرارات الأممية الواضحة بهذا الخصوص وبأسرع ما يكون هل الهدنة ستفتح الطريق أمام تنفيذ هذه القرارات أم لا؟ هذه النقطة التي تركز عليها برأي باكو وأنقرة في نفس الوقت سأعود إلى نقطتين أساسيتين أشرت إليهما دكتور سمير صالحة مسألة الدعم التركي لأذربيجان ومسألة أخرى لن نتوقف عن دعمنا لأذربيجان ما لم ينتهي الاحتلال تذكر النقطتين سأعود إليهما أستاذ إلينا الحل العسكري لأزمة ناجورني كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان غير مقبول من وجهة نظر روسيا هذا واضح لقد ذكرتي الموقف الحذر لروسيا من هذا الإطار لكن ماذا لو استمر نقل المرتزقة من سوريا إلى هذا الإقليم؟ يعني اليوم كان فيه تقارير أشارت بوضوح إلى ذلك هل ستبقى روسيا متفرجة إلى هذا الموضوع؟ علما أنه على ما يبدو في هذا الاتصال اللي أشار إليه دكتور سمير صالحة تم التطرق لهذا الملف أول من ذكر هذه المعلومات عن وصول مرتزقة من سوريا إلى إقليم كاراباخ هي فرنسا روسيا فقط كررت مقالته فرنسا اعتمادا على معلومات الاستخبارات الفرنسية ولكن فيما بعد الاستخبارات الروسية أيضا كررت نفس الشيء فأنا لاحظت أنه اليوم وأمس لحجة وزير خارجية روسيا سيد سيرغي لفروف بهذا الخصوص أصبحت تعبر عن قلق شديد وهو حتى سؤل عن طبيعة العلاقات ما بين روسيا وتركيا وقال أنه على كل تركيا هي شريك لروسيا ولكنها ليست شريك استراتيجي فيمكن بهذه النبرة وزير روسيا يريد أن يعبر عن عدم ارتياح موسكو لخطوات تركيا الأخيرة في إقليم كاراباخ أنا لا اتفق مع دكتور سامير وهو كأنه يقول بأن موقف روسيا ممكن أن يتغير ويتحول لموقف متطابق مع تركيا أنا أشك أن هذا الشيء ممكن أن يحدث روسيا تعطز أنها موقفها على الحياد ما بين أرمينيا وازربجان وهذا ما يسمح لروسيا أن تلعب دورا توسطيا في هذا الإقليم وهذا ما يسمح لروسيا أن تكون فعالة وأن تكون أمريكا وفرنسا بحاجة إليها وروسيا تريد من تركيا نفس الشيء روسيا تريد من تركيا أن تغير موقفها روسيا لن تغير هذا الموقف المحايد سنعود إلى أهمية دور الوساطة التي تلعب روسيا في هذه الأزمة لكن دكتور سامير صالحة حتى الساعة الرئيس أردوغان ينفي نقل أو تورط بلاده في نقل المرتزقة من سوريا إلى إقليم ناجورني كارباخ لكن ذكرت نوع الأسلحة على ما يبدو أو أشرت إلى أن تركيا تمد هذا الجانب بالأسلحة ما هو نوع هذا الدعم اليوم لتقدم تركيا للحليف الأذري كما تقول يعني أنا رأيي من خلال متابعة المواقف القيادات السياسية التركية هو الشك على بيض باختصار يعني كل ما تحتاجه أذربيجان وتستطيع أنقرة أن تفعله لن تتردد في تقديمه إلى جانب الأذري لماذا؟ لأنه ليس فقط العلاقات التي تربط البلدين العلاقات الاستراتيجية بل أن أنقرة كررت أكثر من مرة هذه أزمة عمرها ثلاثين سنة لم تتحرك مجموعة مينسك للتعامل معها بطريقة تحرك فعلي لحلها ولذلك رأينا أنا وأنت الطرح التركي يبدي رغبة واستعداد أن يكون هناك ربما لقاء رباعي أو تفاهمات رباعية خارج مينسك لماذا؟ لأنه أنا رأيي أنه في نوعين من الحياد الحياد الروسي نعم معروف لكن النوع الأول هو الحياد السلبي النوع الثاني هو الحياد الإيجابي موسكو نفسها كانت قبل عامين تقريبا تعتمد سياسات الحياد السلبي كانت تقف إلى جنب أرمينيا متى بدأت موسكو تراجع مواقفها وسياساتها عندما ذهبت القيادة الأرمينية باتجاه الانفتاح أكثر فأكثر على الغرب على باريس على الولايات المتحدة الأمريكية هذه مسألة لا تخفى على أحد الآن الموقف الروسي بدأ يتحرك باتجاه حياد نعم إيجابي باتجاه موازنة السياسات الطرح الروسي باتجاه إرسال مثلا مراقبين إلى نقاط الاشتباك جبهات الاشتباك ينبغي أن يواكبه خارطة الطريق بواضحة هذا ما تقوله أنقرة وأظن هذا ما تقوله باكيو أيضا دون أن يكون هناك ضمانات باتجاه مواصلة استراتيجية التحرك لكن هل أنقرة مستعدة لوقف إرسال المرتزقة؟ هذا السيناريو الذي شهدناه في سوريا ومن ثم في ليبيا واليوم على ما يبدو واضح في ناجورني كاربخ ما ذكرته الول ستريت جيرنل خطر جدا نتحدث عن نقل مئة مسلح على متن كل رحلة وعلى ما يبدو تم تجنيت حوالي ألف وأربعمائة مسلح واليوم يعود بعض المسلحين جثث إلى عائلاتهم من خلال المشاركة يعني جراء سقوطهم في هذه الأحداث هذه الصراعات هل ستتوقف تركيا عن هذا النهج؟ الرئيس التركي اليوم نفى أن يكون هناك أي موضوع من هذا النوع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أيضا اليوم في حديث تلفزيوني مطول نفى كرر نفيه لماذا هو كان قد اتصل بماكرو وطلبه بتقديم التقارير الفعلية التي كانت تملكها باريس حول مسألة من هذا النوع وهو قال إلهام علييف أن الرئيس الفرنسي لم يزودني بأي معلومة بهذا الاتجاؤه من هذا النوع المسألة الأهم أن علينا أيضا أن نقرأ المسألة بطريقة أخرى يعني ما الذي يدفع أذربيجاني الاستعانة بمرتزقة جهاديين من هذا النوع وهي تسجل انتصارات عسكرية الفوارق العسكرية والتقنية والتجيج والتسليح واضحة بين الجيشين الأذري والأرميني لماذا تحتاج أذربيجان إلى مرتزقة يأتون ويقاتلون من جانبها أنت تعرفين أن إسرائيل هي الدولة الثالثة التي تقدم السلاح إلى أذربيجان حسب التصنيف العالمي هل تقبل إسرائيل تل أبيب أن تقدم الدعم والتسليح إلى أذربيجان وأن يكون هناك مجاهدين أو جهاديين يذهبون للقتال في أذربيجان ضد القوات الأرمينية المحتلة لا أظن يعني فيه منطق سنكون بطبيعة الحال بانتظار مزيد من التقارير للتأكد بطبيعة الحال من هذه النقطة بالذات أستاذ إلينا إردوغان يقول أنه يجب إعادة هذه المنطقة إلى السيادة الأذربيجانية في وقت تعثرت فيه مجموعة منسك في التعامل مع هذه الأزمة ذلك على حد تعبيره كيف تنظرون إلى السيناريوهات المرتقبة في ظل الإصرار التركي على استرجاع هذه المنطقة؟ أولا هل ممكن الشمس تكون بارد أو السلج يكون ساخن؟ فلا أعتقد ذلك أما الدكتور يقول أن الحياد ممكن يكون إيجابيا كما سلبيا وأنا برأيي الحياد في هذه الأزمة مثل ما هو شأن أزمات أخرى الحياد دائما مفيد الحياد دائما إيجابي وروشيا تقوم بهذا الدور التوسطي فضلا لموقفها الحيادي هذا أزمة إقليم ناجورني كراخباخ لن تنحل بطريقة عسكرية هذا شيء مستحيل لابد من أن تعود الأطراف المتنازعة إلى طاولة المفاوضات ولابد أن تعود لآلية مجموعة منسك لأنه لا توجد إطار آخر لإجراء هذه المفاوضات تركيا هي تدعم الآن بشكل كامل أزرباجان تميل لأزرباجان وأما أزرباجان تريد تغيير ستاتوس كوة التي تشكل في سنوات الأخيرة فهذا التغيير لا بد أن يؤدي أيضا لإجراء المفاوضات فبنهاية المطاف كلهم سيجلسون على طاولة المفاوضات وتركيا أيضا تريد أن تشارك في هذه العملية أما ما يحدث الآن فهي محاولة فقط لتقوية المواقف السياسية قبل بدء جولة المفاوضات المعقدة دكتور سامير ما الذي تريده تركيا من هذه المنطقة بالتحديد؟ اليوم عندما يتحدث الرئيس أردوغان عن استعادة إقليم ناجورني كارباخ ويقول أيضا بالاتجاه نفسه رئيس وزراء أرمينيا هي محاولة لاحتلال الإقليم ما الذي تريده؟ لماذا تركيا هي من بالفعل تريد استرجاع هذا الإقليم؟ يعني الإجابة على هذا السؤال بالدرجة الأساسية هي عند القيادة الأذربيجانية لماذا الآن تبحث عن هذا الدعم التركي بهذا الشكل ويوميا تشيد القيادة في باكيو بهذا الموقف لكن لماذا تحتاج هذا الدعم دكتور سامير صالحة إذا ما ذكرت لي أن أذربيجان قادرة بنفسها وبقدراتها العسكرية استعادة الإقليم لو أرادت؟ هذا الدعم الذي أنا تحدثت عنه قبل قليل قلت لك أنه في تنصيق عسكري تركي أذربيجاني في أسلحة متطورة حديثة تقدمها تركيا إلى باكيو هذه مسألة معروفة واضحة لا تحتاج إلى نقاش كما قلت لك الآن برأيي إجابة على السؤال الطرح الأساسي بالنسبة لأنقرة في الآوين الأخيرة هو تغيير هذا استاتيكو الذي تحدثت عنه ضيفتك أريد أن فقط أقول ما معنى استاتيكو للمشاهد ربما لا يعرف المصطلح ما المقصود به هو الوضع القائم الوضع القائم هو قوات أرمانية تحتل أذربيجان تريد أذربيجان ترد هذه القوات من هذه البقعة الجغرافية لإنهاء هذا الوضع القائم هذا استاتيكو ليس من حق لروسيا ولا غيرها في مجموعة مينسك أن يتبنى هذا الوضع القائم إطلاقا روسيا كانت من الدول الموقعة على قرارات مجلس الأمن في التعامل مع موضوع قرباء ويتعرف من هو إلى جانب الحق ودلل أنها قبلت القرارات الأممية لذلك مقولة استاتيكو مرفوضة إذا كانت موسكو تبحث عن إرسال قوات مراقبة إلى نقاط الجبهات الجديدة لبناء استاتيكو جديد هذه المرة فهذا كارثة سيعني كارثة على السياسة الروسية ليس في العلاقة مع عذربيجان بل في جنوب القوقاس ككل لكن لم أعرف حتى الساعة ما الذي ستحققه تركيا لنفسها من هذا الإقليم يعني اليوم اتساع نطاق الاشتباكات التي تدعم تركيا في هذا الإطار هو الذي يضع العرقيل أمام الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة التهدئة ووقف إطلاق النار تثبيت الهدنة وكل ذلك هل هذا ما تريده أنقر اليوم أين كانت هذه الجهود منذ 30 عاما وحتى الآن وما هي النتائج الفعلية العملية التي وصلت إليها وحققتها على الأرض عندما ذهبت ياريفان بمنحة تصعيد ردت باكو وقررت حسم هذا الموقف بطريقتها والدليل أنه لا ما علي في اليوم قال أننا سنمضي حتى النهاية إذا لم يكن هناك التزام إقليمي ودولي بإعطائنا حقنا في أراضينا هذا ما تقوله أنقر لذلك هي تقف يعني الطرح التركي واضح برأي لا يحتاج إلى نقاش مطول نعم تحمي مصالحها مع أذربيجان نعم تحمي مصالحها في جنوب الكوكاس نعم تريد أن تقول أن هذه الحالة الشاذة الآن بهذا الشكل ينبغي إنهائها ولا أظن إطلاقا أن موسكو سيكون لها أي اعتراض على حسم الموضوع بشكل أو بآخر من غير المعروف وساذا إلينا حتى الساعة من هي الجهة التي تخرق الهدنة كل طرف يتهم الطرف الآخر بخرقها وحتى مع بداية هذا الصراع الحاصل الآن لم يعرف من الذي بدأ من القادر على ضبط هذه المعركة في الميدان طيب أنتم في الشرق الأوسط كمان خبراء في مواضيع أزمات مختلفة ومحاولات تثبيت الهدنة هذا دائما هكذا عندما تتم خرقات فالتهم هي تأتي وتصمع من قبل الطرفين وكما تأتينا المعلومات هناك بالفعل خرقات من قبل الطرفين وهذا كان متوقع كان متوقع أن الهدنة ستكون هشة هل هذا يعني أنه علينا أن نتوقف عن بذل جهود ديبلوماسية؟ روسيا مصرة أنه كلا علينا أن نستمر لأنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة نعم هناك من يقول حقيقته وروسيا لديها علاقات تاريخية مع كل من أرمانيا وأزرباجان روسيا لديها علاقات ثقافية مع هدين الدولتين الرئيس الأزرباجاني يتكلم بلغة روسية كثيرا خاصة لوسائل العلامة الروسية نفس الشيء رئيس الوزراء الأرماني هو أيضا يتكلم باللغة الروسية فنحن نتألم وقت نرى هذه المعارك وهي أصلا ظهرت من وراء عملية تفكك الاتحاد السوفيتي فروسيا تريد أن تتوقف هذه المعارك وهون دور تركيا ممكن أن يكون مهم لأنه نحن بدنا تركيا تشارك في عملية سياسية ولا تصب زيتا على النار يعني المشاركة في العملية السياسية أكيد المشاركة في العملية السياسية من قبل تركيا هذا هو مطلوب طيب ما التنازلات في الدقيقة الواحدة المتبقية باعتقادك التي نحن بحاجة إليها في هذا الإطار لتحقيق تقدم ملموس في التفاوض بين الطرفين المفاوضات قد بدأت وهي ستبدأ بدون أي تنازلات التنازلات الآن هي مستحيلة قبل إجراء المفاوضات فهذا شيء مستحيل لا المفاوضات والاتصالات هي بدأت هي بدأت في موسكو الحديث الآن ليس عن تنازلات أما عن المشاركة الدولية الواسعة في هذه العملية لأنه روسيا تريد من تركيا أن تشارك فيها وروسيا تريد من فرنسا وأمريكا أن تكون نشطة أكثر سنكون بطبيعة الحال بانتظار تبعات هذا الملف على ملفات أخرى أيضا مرتبطة بالطرفين شكرا جزيلا للمستشارة في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية إلينا سوكونين على المشاركة من موسكو والشكر موصول لأساد العلاقات الدولية دكتور سامير صالحة حدثنا الليلة من أسطنبول شكرا